احنا عرفنا الفارماكولوجي وقلنا الفارماكولوجي هو العلم اللي يهتم بدراسة تداخلات الدواء مع الأنظمة الحية وقلنا لازم كل من نعرف الفارماكولوجي يعني من نجي نعرف الفارماكولوجي ما لأي شيء من نجي نعرف الفارماكولوجي أو أي دواء نجي ناخذه لازم نعرف السورس المصدر لازم نعرف الفيزيكا والكيميكا والبرابارتيز وقلنا لازم نعرف الفارماكو داينامك الفارماكو داينامك قلنا هو تأثيرات الدر aíق readers on the body يعني تأثيرات الدواء على الجسم وقلنا من نيجي نعرف تأثيرات الدواء على الجسم لازم نعرف the biological effect التأثيرات البيولوجية ولازم نعرف the mechanism of the action how to work يعني شنون راح يشتغل هذا الدواء على الجسم شنون راح يحقق هذا الفعالية اللي نريدها أو ما نريد نتوصل إلى إحنا بهذا الدواء حتى يأدي الفعال لازم نحرف الفارمكو كاينتك الفارمكو كاينتك اللي نقصد بها تأثيرات الجسم على الدواء مو تأثيرات الدواء على الجسم إذا تأثيرات الدواء على الجسم نسميه فارمكو دايناميك إذا تأثيرات الجسم على الدواء نسميه فارمكو كاينتك شنو تأثيرات الجسم على الدواء إذا أنا أخذ أي دواء راح نشوفها شنو ممكن التأثير اللي راح نشوفها يأثرها أول شي راح يأثر عمليات الامتصاص يعني أنا أخذ أي دواء عمليات الامتصاص راح يصير بمواقع مختلفة ممكن حبايا يصير امتصاصها بالمعدة ممكن حبايا يصير امتصاصها بالأمعاء في جزء معين من الأمعاء من الانتستاين هاي أول شي ثاني شي عمليات الانتشار الدواء من بعد الامتصاص راح يروح للبلدستريم شلون راح تسوي ديستروبيوشن شلون راح يروح للخلية المعينة اللي ريد نحقق يعني اذا اخذت حباية او اي حباية من الدواء شمعرفها انه شنو هاي الحباية تعرف انه تروح الى فلان سيستم الى فلان شي راح يصير ديستروبيوشن وتدخل داخل الخلايا اللي احنا ريد نحقق عليها هاي الغاية ثالث شي الميتابولزم عمليات الايض هاي الدواء من راح ناخذه شلون جسم راح يتخلص منه راح يصير عمليات ايض خلوي راح يقوم يحاول يتخلص منها وتبقى بيه فضلات وزوائد هاي الزوائد والفضلات ما راح يقدر لها الجسم راح يسوي اكستريشن اكستريشن راح يسوي لعمليات طرح وعمليات الطرح يعني راح تكون يعني مختلف الطرق اكون مثل عن طريق اليورن عن طريق الفيسز عن طريق العرق عن طريق اللعاب عن طريق الملك وهي أشياء راح نذكرها أيضاً لازم نعرف لازم نعرف الفارمكو ثيرابيتكس الفارمكو ثيرابيتكس يعني راح نشوف إشلون هذا الدواء uses in the treatment of disease in the specific dose form and interaction with other إدراج يعني استعمالات الدواء يعني إحنا بالفارمكو ثيرابيتكس لازم نعرف هذا الدواء على يا مرض على يا دزيز إش قد ننطي دوز إش قد ننطي جرعة وشون التداخلات اللي يصير وهي الأدوية الأخرى أيضاً من نجي نحتي ونقول من نجي نحتي ونقول adverse effect من نحتي على الدواء ونريد نعرف لازم نعرف adverse effect ومن نقول adverse effect يعني التأثيرات الجانبية للدواء لازم نعرف contra indication موانع الاستعمال وليبريكيشن التحذيرات هاي النقاط الخمسة كلش مهمة لازم نعرفها بأي موضوع راح ناخله بالفارمكولوجي راح نعرف هاي الموضوع إذن قلنا نعرف source المصدر نعرف physical and chemical properties نعرف الفارمكو دايناميك تأثيرات الدواء على الجسم ويضمنها من mechanism of the action نعرف الفارمكو كايناتك تأثيرات الجسم على الدواء من absorption، من distribution، من metabolism بس خلا وافق راح نشوف الفارمكو ثيرابيكس يعني راح نشوف شن التريتمين شنو التريتمين أوف ديزيز شنو هادو الدواء يا مراض راح نستخدمه شقد راح نمطي جرعة شنو التفاعلات راح يصير وراح نشوف التأثيرات الجانبية unwanted action، يعني التأثيرات الجانبية unwanted، يعني احنا ما راح نريدها صراحة صراحة احنا دا نحتي عن الإدراج الإدراج هو الدواء دين هو شنو الدواء؟ خلنا نعرف شنو الدواء الدواء هو substance المادة استخصوا منها أمور وسوها أدوية أو synthetize يعني مصنعة هذه المواد and this substance have ability هذه المواد لها القدرة to influence التأثيرات of the physiological and biochemical activity of the cell هاي المواد هاي المواد اللي احنا دا ناخذها دراك أدها القابلية حتى تأثر فيسيولوجيا وبايو كيميكال activity of the cell حتى تغير فعالية الخلية ونوصل إلى المستوى المطلوب يعني احنا كلها قلنا الجسم عبارة عن physiology فهذا الدواء راح يغير physiology ما الجسم حتى يوصل إلى اللي انريدان زين بس أكو مشكلة يامكم أكو مشكلة بالصوت اللي موجودين أكو مشكلة تمام حلو زين احنا لدراك نيم يعني انا اخذ الدراك نيم اسم الدواء صراحة احنا بالعراق يعني لازم نعرف هاي المعلومة اول الدراك نيم لازم نعرف ثلاث اشياء عن الدراك نيم قدنا الـ full chemical name يعني الاسم الكيميائي للمادة المصنعة هو non-suitable for a prescription يعني هو ما مناسب للوصفات يعني انا كطبيب ما راح استخدم chemical name الاسم الكيميائي وكتب على سبيل المثال beta probyl dimethalamine هاي نوع من الأدوية هذا اسم مادة كيميائية زين اكو النوع الثاني من التسمية نسمي non-properity name generic هذا الاسم العلمي للدواء يعني beta probyl dimethalamine هي راح نسميها ايضا امبرامين هي نفسها كاسم علمي اذا الاسم chemical beta probyl dimethalamine non-properity هو الامبرامين لكن الproperity name اللي راح نستخدمه بالعراق بالprescription بالوصفات هو راح نستخدم الكمباني الاسم التجاري واللي نسميه توفرنايل يعني هذا شيء يعني بالمادة الكيميائية اسمها beta probyl dimethalamine بالاسم العلمي راح نشوفه هو نستخدمه كاسم امبرامين بالاسم التجاري واللي يستخدموه اطباءنا ننشوفه مثلا على سبيل المثال توفرنايل هو يعني حسب الماركة بالعالم كله باجمع العالم راح نشوفه يستخدمون الجنيرك الجنيرك اللي راح يشوفون يستخدمه يعني كاطباء بالعالم يستخدمون الاسم العلمي امبرامين ما يهم شنو الشركة ما يتعامل ويا شركة انت كطبيب بالخارج اذا تريد تصير ما راح تكتب الاسم الماركة مثلا على سبيل المثال اذا تاخد فتباكي الدول وتروح تنطيل الصيدلية بحالنا بالعراق يقول انا عندي بس غير نوعية هو يعرف المادة اسم امبرامين لكن الشركة المصنعة الى تختلف فيقول انا عندي غير نوعية هو نفس المادة الفعالة لكن هو عنده غير شركة وهذا هو اللي يستخدم بالعراق زين الادراك ريسابتر انتراكشن انا اخذت الدواء هذا الدول شنو و شلون راح اروح يشتغل الى السيستم المعين الى النظام المعين اللي اني اريده شنو اللي راح يستقبله شلون راح يتم هذا صراحة الادراك راح الى يعني رسبترات مستقبلات خاصة يعني انا كدواء اخذته راح يكون اكون مستقبلات خاصة هاي المستقبلات هي اللي راح يجي الدواء مستقبل اللي فلان مادة ويتفاعل منها interaction خلق أعرف بالبداية هو شنو الريسبتر الريسبتر هو specialized target macromolecule هو عبارة عن مستقبل specialized متخصص macromolecule جزيئاته macro يعني كبيرة لأنه micro is small macro is very big فهذا يعني أنه هو يعني شبير لأنه macromolecule يعني كريسبترات هو يكونها البروتينات والبروتينات مثل ما نعرف هي عبارة عن macromolecule موجود الريسبتر كريسبتر أو المستقبلات هاي موجودة cell surface يعني موجودة بال cell surface على سطح الخلية أو موجودة intracellular داخل الخلية يعني الريسبترات موجودة أما داخل الخلية أو تكون على سطح الخلية راح يجي الدواء راح يساو bind يرتبط الدواء مع الريسبتر وينطينا pharmacological action التأثير اللي راح نحتاجه وأن نوصل إليه زين الدواء راح يجي راح يروح للريسبتر راح يساو interaction راح يساو تداخلات راح يساو combination يتكون الهيكل الدواء ويهيكل الريسبتر راح يتكونون ويختلطون ساو combination حتى نوصل للفعالية لريدها فالعديد من الأدوية يعني تظهر appear to extend their effect by combination with structural component يعني هي يعني تنطينا التأثيرات بال يعني combination يصير combination يعني اختلاط structure مادوة structure من الرسبتر المستقبل وهذا قلنا أن الرسبترات موجودة أما بالcell membrane or within the cell زين شنو properties properties of receptor يعني هذا الرسبتر شنو خصائصه هذا الرسبتر بكل الجسم هو protein structure تقريبا معظم بروتين هو عبارة عن بروتينات selectivity اختياري يختار دواء مثلا إذا أخذنا دوائين يعملون على نفس الرسبتر فالرسبتر هو إلى selectivity هو يختار sensitivity هو حساس specificity يعني الرسبتر متخصص لاستقبال المادة معينة أو مادتين أو ثلاثة ما ممكن أن تجي مادة أخرى وراح ترتبط به أنواع الرسبترات الموجودة بالجسم هو channel link receptor عبارة عن قنوات وهي رح ناخذهم بالتفصيل بس خلي عرفوا أسماء عندنا G-protein coupled receptor أيضا عندنا نوع من البروتينات هو عبارة عن G-protein عندنا kinase link receptor عبارة عن kinase link receptor وكوريسابتر link to the gene transcription حبارة عن جينات نووية يعمل هذا الرسبتر هذا بالنسبة يعني بالنسبة ل drag receptor interaction زين من يجي من يجي الرسبتر ويجي الدواء حتى يرتبط الرسبتر والدواء راح يكون طريقة الارتباط عبارة عن bound عبارة عن أواصر هاي الآثرة يجي الدواء ويجي ويا الرسبتر حتى يكون الكمبنيشن راح يكون آثرة هاي الآثرة تكون بين الدراك والرسبتر وأكوى أنواع عديدة من الأواصر عدنا الكوتروستاتيك bound يعني آثرة كهربائية هاي هي تكون weak ضعيفة عدنا hydrogenic bound and bond der wall force أواصر هيدروجينية قوة bond der wall force هاي أيضا نوع من الارتباط هاي تكون reversible ومن نقول آني reversible من نقول آني reversible يعني قابلية إذا الدو ارتبط عند القابلية أن يكون يفصل عن يعني إذا آني ارتبط الدو بهذا الريسبتر reversible يعني شلون المعادلة الكيميائية اللي تكون باتجاهين فهو نفس الشي هذا الارتباط هو باتجاه يقدر يتصل به ويقدر يفتح منه لكن الأسرة التساهمية هاي تكون قوية جدا irreversible يعني المعادلة باتجاه المعادلة من يرتبط شون المعادلة الكيميائية اللي تكون باتجاه واحد ما ممكن أن ترجع للأصل هاي أنواع الأواصر عدنا فد ملاحظة نقول الادراج الأدوية which point through the weak bond to the receptor are generally more selective طراحة الأدوية كلها اللي تكون weak يعني ارتباطها weak هي تكون عندها selectivity يعني اختيارية تقدر ترتبط هواي من الريسابترات لأنه آثرتها ضعيفة تقدر ترتبط الضعف وتقدر تفك منها أنا كفارماكولوجي يهمني أعرف هاي المصطلحات يهمني أعرف شنو legend شنو infinity شنو potency شنو efficacy هاي المصطلحات لازم أعرفها لأنه أنا راح أقول بالمستقبل المحاضرات الجاي أقول الدول فلانية عنده potency قوية عنده infinity قوية عنده efficacy نسي قوية هاي الأشياء راح أذكرهم باستمرار من أقول legend هو الدواء or endogenous substance that point to the receptor من أقول آني legend هو الدواء أو أي مادة داخلية تقدر ترتبط بالريسبتر اللي ترتبط بالريسبتر يعني الدراج هو عبارة عن مصطلح ثاني legend legend هو الدواء اللي يرتبط بالريسبتر هذا نسمي legend تمام الليغاند شنوه هو الدراج or endogenous substance that bind to the receptor اللي يرتبط ويا الريسبتر هو أما drag أو قد يكون إذا أخذنا حبايا دواء خلت إنزيم ثانية ينفرز خلت مادة ثانية ينفرز وخلها ترتبط ويا هذا الريسبتر هذا نسمي legend زين affinity the ability of the legend to combine with its receptor يعني قابلية قابلية الليغاند يعني الدواء حتى يسوي combination اختلاط مع الريسبتر هاي نسميها infinity فكل مادة أو كل دواء إلى قابلية مختلفة عن الدواء الثانية حتى يرتبط ويا الريسبتر فهذا راح نشوف راح نشوف يعني كمصطلح إذن legend هو drug or endogenous substance infinity ability of legend to combine with its receptor حتى يختلط الليغاند مع الرسبتر الموجود زين البوتنسي measurement or measure of the amount of the legend that require to produce given level of effect يعني إحنا نريد من الليغاند إحنا نسبة الدراج اللي راح ناخذ ها اللي راح توصل لل receptor حتى نوصل للمستوى المطلوب من effect من التأثيرات يعني إذا أخذنا مستوى قليل إذا الدراج إجاء نسبة بسيطة من هاي النسب فراح نشوف هو راح يكون يعني ما راح يوصل للمستوى التأثير فهو نسميه potency يعني amount of the legend required to produce given level of effect يعني راح تنطينا المستوى الفعال أكو مادة ترتبط عشرة من اللي جندات وتنطينا المستوى الفعال زين حتى يبدي يشتغل الريسابتر أكو شي ثاني نسميه l-efficacy هاي l-efficacy هي l-ability of the legend to provoke of cellular response after combination with its receptor depending on number of the drug receptor complex صراح l-effic c هو قابلية l-efficacy to provoke cellular يعني هذا l-efficacy اجي وارتبط بالريسابتر راح اجد الى قابلية provoke حتى يحث cellular response الاستجابة الخلوية بعد combination بعد ما صار ب combination اختلاط وتكون الأواثر بين اتهم فهذا l-efficacy عند قابلية حتى يحث cellular response وينطينا الاستجابة المناسبة مع الرسابتر وهذا يعتمد depend on number of the drug receptor complex اجد عدد من الرسابترات صار بها complex اختلاط ويا ال-legend هاي المصطلحات الأربع اذا احد عند سؤال عليهم خلي اكتب لي اياه بالتعالي اذا اكو احد اربعة من هاي الاربع ما مفهوم يقدر راح يكتب بالتعالي نعم تمام ال-legend راح عيد ال-legend هو الدواء الدواء اللي يرتبط ويا ال-receptor تمام ال-legend هو الدواء اللي يرتبط ويا ال-receptor هاي واحد ال-infinity هو قابلية ال-legend حتى يصير combination يعني حتى يصير اختلاط ويا ال-receptor ال-infinity يعني ال-infinity اجدت الى قابلية يرتبط يعني مثلا هل راح يرتبط قابلية ضعيفة قوية شلون راح يرتبط اجدت عدد اللي يريدها حتى تيجي ترتبط حتى نوصل ل-level of effect المستوى المطلوب اللي يريد منه يكون الفعال يعني الخلية رسبتها مو اي شي يجي يرتبط به وقبل ينطينا الفعال لازم الى معدد محدد من اللي لغند راح تيجي ترتبط به حتى ينطينا القابلية اللي ريدها تمام ال-effic راح يكون يحث يحث راح يحفز للرسبتر حتى يبدي حتى يبدي ال-cellular response الاستجابة بعد يعني ال-combination يعني اللي هي المادة اللي راح ترتبط ال-infinity عمليات الارتباط ال-potency شقد عدد اللي اللي راح ترتبط حتى نوصل للمستوى الفعال ال-effic قابلية هاي اللي بعد ما وصلت المستوى الفعال حتى ينطينا ال-combination وينطينا ال-cellular response الاستجابة الخلوية هاي بالنسبة لهاي المصطلحات ايضا الادوية راح نقسمها الى agonist anti-agonist parietal agonist and inverse agonist according to the action on the cell receptor الدكتور يعني عدد العدد الواصر بالنسبة لل-infinity مو عدد الاواصر لا عدد اللي لقندات عدد اللي لقندات يعني ال-potency اش كم لقند اش كم مادة اش كم لقند اللي لقند انه هو دراق اش كم مدراق راح يجي يرتبط حتى يوصل للمستوى الفعال من ال-effect من التأثيرات عدد لقندات نقول measurement amount of لقند عدد اللي لقندات بس الحباية اللي راح ناخذها هل هي انه راح تجي حباية وتاخذ الرسابتر راح تتقسم المادة الفعالة وتتغير بالجسم وتتغير الى لقندات واشياء تجي ترتبط ويا رسابترات قابل حباية راح تجي وتدخل الى رسابتر معين طبعا راح تتحلل الحباية وداخل المادة الفعالة وتتغير كيميائيا وتروح للجسم وتنطين الفعالية زين الدراك الدراك راح نقسم الى ايضا تقسيم ثاني اوغانيست انتي اوغانيست برايط اوغانيست اند امفيرس اوغانيست حسب اكشن اون ذا سيال رسابتر حسب يعني اكشن فعاليت على الخلية على السيال رسابتر على الرسابترات الاوغانيست هو الى اوغانيست تتركي الى ابرابرات رسابتر يعني عنده infinity and افكانس يعني الى اوغانيست هو لغانيست راح تأتي ترتبط تنطي ابرابرات رسابتر استجابة معينة فعنده الى افكانس مضبوطة والافينيتي مضبوطة يعني قابلية الارتباط مضبوطة والايفكانس والحف مضبوط فانطان الابرابرات رسابتر هاي الاوغانيست هو لغانيست يجي ارتبط بشي صورة واضحة قابلية عنده الابرابرات وقابلية للحف وينطينا السلية الرسابتر واعلى استجابة راح ينطيها البراءة الاوغانيست هو الاوغانيست يعني قلنا هو الاوغانيست راح ينطي الابرابرات البراءة يعني جزئي راح يوصل ويرتبط لكن ما راح يقدر يصل الى الاوغانيست يعني اعلى استجابة مثل الاوغانيست الاوغانيست راح ينطي اعلى استجابة ممكن يوصل ها فهذا راح نفسر بالانفينيتي عنده قابلية ارتباط لكن قابلية الاوغانيست للحف راح تكون جدا قليلة هذا بالنسبة للبراءة الانفيرس اوغانيست عكسي الاوغانيست راح ينطي ابروبريت رسبونس الانفيرس هو الانفيرس راح يرتبط بروديوس افك ويجي سبسيفكلي اوبز تو تو اوغانيست اند انفينتي فور سبسيفك رسبتر يعني الانفيرس اوغانيست راح يجي يمنع الاوغانيست راح يجي يرتبط ولسبسيفك لكن معاكس يعني نفس الريسبتر راح تجي المادة الانفيرس اوغانيست معاكس الى راح تفتح الارتباط مالته وعنده قابلية الانفينيتي جدا قوية قدرة هذا الدواء الى قدرة كلش قوية راح تفتح الاوغانيست وهو يعني اما الانتي اوغانيست فهي لجينت which point to the receptor but but do no initial cellular response الانتي اوغانيست هي راح يجي يرتبط يعني ما عنده لأ عنده انفينيتي بس ما عنده نهائي افكانسي هاي نسميها انتي اوغانيست اكو مشكلة بهاي الاربعة تصنفات الثالثة هو عكس الاوغانيست انفيرس انفيرس زي احنا الثالثة قلنا تمام الاول قلنا الاوغانيست راح يجي يرتبط لجندات عندها قابلية قابلية عندها انفينيتي و افكانس يعني عندها قابلية للارتباط وعدها قابلية للحث تنطينا المكسيمم رسبونس هاي واحدة الاربعة الاربعة راح تنطي براية يعني جزئي يعني راح يجي عندها افكانسي لكن قابلية الحث حتى ننطي الاستجابة يعني المناسبة ما راح تكون قابلية قوية فرح يصر براية يعني جزئي الامبيرس اوغانيست هو راح يجي مادة ادها قابلية جدا انفينيتي كلش قوية فراح اذا عدنا اوغانيست مادة اوغانيست ادها قابلية انفينيتي ويفيكانسي وناخذ مادة انفيرس اوغانيست راح تيجي وترتبط ب ادها قابلية الابلوتي اقوى من الاوغانيست فراح تفك الارتباط الاوغانيست فصر انفيرس عكس الأوغانست راح تفتح واحد والأنتي أوغانست هي راح ترتبط بس ما راح ينطينا نهائي أي استجابة ويعني عنده قابلية للارتبط بس ما عنده إيفيكانسي يعني ما عنده قابلية للحث حتى ينطينا الاستجابة المناسبة ماشي النوع الثاني البراية الأوغانست هي الأدوية صراحة كلش قوية بس إحنا مثلا قد تكون مادة كلش قوية كلش فعالة بالجسم إحنا مرد تنطي هاي الفعالية الكبيرة اللي أنه مادة كلش قوية إذا نطيناها للشخص والمعين ورح تنطينا الفعالية أكبر من قابلية الجسم فراح يتضرر رسابتر راح يتضرر الاستجابة ما راح نقدر تقريبا الثالثة يعني ما راح نقدر إحنا المادة فعالة تشتغل بهاي النسبة بس إحنا كجسم مرد نصل لهاي النسبة فلازم نختار مادة عدها هاي المادة ولها استخدامات يعني راح نعرف ليش نقول هذا اوغانست وليش نقول هذا انتي اوغانست حتى الانتي اوغانست صح ما عنده سيلر رسبونس بس راح نجي الى فايدة وراح نشوفها بالفارماكالوجي الانفرس اوغانست تقريبا حتى نلغي استجابة أحد المادة الثانية تقريبا زين عدنا مصطلح البوتنشييشن البوتنشييشن هو يعني جاي من البوتنسي هو يعني دول يزيد فعالية الدول الآخر يعني نستخدم الثاني واذا ما اثر استخدم الاول لا مو كل دول احنا كل دول يعني هاي الموضوع لاحدي يعني يفكر به هواية كل دول راح نعرف شنو اوغانست شنو انتي اوغانست من نجي ناخذك كمادة معينة راح نفهم اكثر هاي بس بشكل عام حتى نعرف شنو جزئي شنو هاي ما راح لندقق هواية بهذا المواضيع يعني احنا بعدين الرابع الهدف من عنده راح ايضا يستخدمه بالغاء الفعالية الاولى مثلا يعني هو اهم من انتي اوغانست ايضا راح يلغي قابلية الاستخدام الاول راح ناخذ هواية خصوصا راح ناخذ بلوك الكارديو يعني ندقق هواية وراهن لانه احنا من تاخذ المادة الفعالة او المادة الحقيقية او الدول الحقيقي راح من احتي لك عن الميكانزم وذا اكشن شلون يشتغل راح تفهم شنو اوغانست شنو انتي اوغانست هاي بشكل عام احنا هاي المحاضر جنرال ما راح ندقق شنو دوها هاذ ليش ما راح نفوت به هاي التفاصيل من نجي ناخذ المحاضرات الجاي ان شاء الله لنحاقب هاي التفاصيل حتى نقدر نوصل للفكرة اما هسا شي مبهم ما راح تقدر انتوصل اقدر افهمك عليه لانه كل ماده ولها شغلها ولا فائدته يعني ما كفت شي قاعد عام زين من نقول بوتنشيشن يعني دوها عنده بوتنشيشن هو يعني اكفت مثلا اكفت دوها معين ناخذه ونجي ننطي دوها حبايا ثانية هاي الحبايا الثانية هي زيد فعالية الحبايا الاولى هذا نسمي بوتنشيشن زين عندنا مصطلح هاي مصطلحات لازم نعرفها بلسيبو البلسيبو هو inactive substance that has no treatment value give to the psychological need patient for drug therapy هي عبارة عن مادة غير فعالة ما لها اي treatment value يعني ما لها اي قيمة علاجية ننطيها للpsychological patient for drug therapy اكو بعض المرضى راح نشوف هذول المرضى عندهم حالة نفسية انه لازم ياخذ هاي الحبايا يلا يرتاح وهم بالحقيقة هو ما يرتاح وهو نفسيا يرتاح فمادة البلسيبو هي عبارة عن مادة مثلا انا مدمن على على البندول خلنا نقول انا مدمن على البندول واذا ما اخذ حبايا البندول انا يعني يعني نصرب حالة psychological يعني نفسيا فالبلسيبو الشركات تنتج مثل شريط البندول بس ما بي مادة فعالة عبارة عن فقط مادة هذة البيضاء اللي مغطية الغشاء بس ماكو اي مادة فعالة فننطيب بلسيبو هو يباو على الشريط هو نفسه نفس المادة نفس الشكل بس ما بي اي مادة فعالة هو راح ياخذ الحبايا راح يرتاح نفسيا بس صراحة انه ماكو اي شيء فعبارة عن المرضى لعدهم بالعراق غير موجود يعني ما ساعم يعني بالعراق موجود زي المصطلح هو تأثير الدواء اللي راح يصير يعني اذا اخذنا دواء بشكل يعني محدد او فترة هواية او نظل نعيد دواء مكرر راح نشوف الاستجابة وتأثير هذا الدواء على الجسم يعني اذا انا اخذ الاوماكسلين واخذت الاوماكسلين لأول مرة وثاني مرة وسبوع وسبوعين وسنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة سنين يعني تأثيره على الجسم مفائط يعني يقوم بهذه الفعالية هو ومو مثل اول مرة اخذته فراح نسمي تيكي فلاكسز يعني هاي العملية الريسبونس او تأثير الدواء راح يقل عندنا مصطلح توليرانس هو راح يقل الريسبونس للدواء يعني تأثيره ايضا مثلا تيكي فلاكسز الافكت تأثيره راح يقل لكن التوليرانس تقريبا ما راح يشتغل يعني راح يوقف وبطل ما يشتغل لكن نمطي فترة من الراحة راح يرجع يتطور وممكن نمطي الى بس ايضا التوليرانس مثلا اذا خدنا حبايا خلنا نقول لمدة اسبوع وظليني ناخد اسبوع اسبوعين ثلاثة بشكل مستمر يوم بعد يوم الاستجابة راح تقل وممكن راح يصير ادنى عدم استجابة ومنصر عدم استجابة راح نصير راح يصير من راح نخسر الفعالية تماما ولا واحد بالمية وما بأي فايدة وخصوصا بالانتي ميكروبال مضادات الميكروبات وهي اللي نسميها الانتي باياتيك وانتي تيومر مضادات اللي ينطهن لمرضى السرطان ذول راح نشوف عدهم خسارة يسرع عدهم رزيستنس ليش احنا كشخص او كاشخاص ليش يسرع عدنا رزيستنس للدوع يعني ليش احنا مناخذ حبايا بشكل مستمر اسبوع اسبوعين ثلاثة اربعة ليش احنا راح نشوف هذا راح نخسر الريزيستنس يعني ليش راح يصير عدنا رزيستنس ونخسر الفعالية الاول واحد راح يصير change of receptor راح يتغير الرسبترات يعني الرسبتر ما ارتبط ما ارتبط ما ارتبط هذا الرسبتر راح يغير نفسه صار بي مرة يصير خسارة الرسبتر الرسبترات راح تتآكل راح تنتهي عبارة عن بروتينات فهي يصير عدنا الثالث شي ممكن بسبب ان يكريد metabolic degradation يعني راح يصير عمليات الآيض زيد بالرسبتر وراح يصير degradation ويصير بعدم قابلية للعمل اكو مثل الرسبتر ياخذ ذوه بشكل معين بشكل معين خصوصا ذو المدمنين المخدرات فهو يأخذ بالبداية يأثر عليه ثانية مرة ما أثر ثالث مرة أثر رابع خامس مرة بطل ما يأثر فراح اثر adaptation راح يتكيف يعني الجسم ما راح يشوفها مادة غير فعالة يعني راح يشوف الجسم يعني شي طبيعي والرسبتر ما راح يتحسس بها ونشوف active extension امتدادة الدواء للخلايا الأخرى وممكن يدمر الخلية وراح نخسر إلا أيضا راح نعرف elimination rate constant elimination rate constant هذا المصطلح نعني ب تسمين amount of the drug loose per unit time اشكد نسبة من الدواء راح نخسرها بوقت معين لأن كل دواء مثلا دواء 8 ساعات 7 ساعات شلون راح نخسر وين راح يروح و prophylactic drug يعني أدوية وقائية هاي الأدوية الوقائية that drug prevent or decrease severity of disease يعني هي تمام هي يعني prophylactic يعني مثلا الأشخاص معرضين أن يكون عندهم جلطات لكن هو ما عنده جلطة فح ننطي أدوية وقائية هاي نسمي prophylactic إدراك التكيفلاكس والفرق بين التوليرانس التكيفلاكس هو إذا أخذنا الدواء يعني إذا قلت أخذت الأومكسين أخذت اليوم أسبوع وبطلته وورا أسبوع رجعت له وورا سنة وثلاثة متراكم لكن التوليرانس راح نشوف دواء إذا أخذنا لمدة أسابيع مستمرة أو أيام مستمرة راح يصير عندنا التوليرانس وصير أيضا راح يقل يعني أول يوم ومثل ثانية ما أخذت الدواء ومثل ثالث أسبوع لكن التكيفلاكس راح يطول فترة هواية أو مرات متعددة راح نستخدم بالدواء الصوت يقطع أحد عنده الصوت يقطع تمام ما أعرف يعني المشكلة مو من يمي ما أعتقد ما عندي مشكلة حاليا حتى فاتح بتليفون ثاني أسمع الصوت واضح تمام تمام زين آخر موضوع راح نحكي بالجزء الأول من هاي المحاضرة راح نحكي عن العوامل اللي راح تغير أو تأثر على فعاليات الدواء أول عامل راح نحكي عليه يعني يعني شقد ننطي جرعة فالأثر دوز given to the adult patient to produce therapeutic يعني أول عامل حتى ننطي الأكشن الفعالية جقد راح ننطي دوز جقد راح ننطي جرعة عدنا العامل الثاني المكسيمم المكسيمم tolerated دوز يعني المكسيمم هي ماكسيمم يعني أكبر جرعة ممكن ياخذ هالشخص وهو يكون بشكل آمن بشكل آمن بشكل آمن بشكل آمن بشكل آمن بشكل آمن أكثر جرعة ممكن ياخذ هو آمن قدنا الانيشيال دوز الجرعة يعني مثلا نقول أول جرعة ياخذ خلين نقول مثلا خمسمائة أو ماكسيم ثاني أو ثالث يوم نغير إلى ألف وغير من الأشياء فهاي أول جرعة ممكن نشوف هواي من الناس راح ينقون أول جرعة مختلفة عن الجرعة الأخرى المنتين دوز جرعة ثابتة مثلا دوز ركوار تو منتين ذا ثابتة جرعة ثابتة ياخذ فلان دواء عشرة ملي جرام أميلو دوبين أو أي شي لمدة عشرة ملي جرام لمدة هاي يومية بشكل ثابت جرعة ثابتة وتوكسيك أو ريثال دوز دوز لا تبرا توكسيسيتي هذا بالنسبة للبارت الأول من محاضرة اليوم بعد خمس دقائق إن شاء الله نبدأ بالبارت الثاني حتى نبدأ نكمل البقية أي أحد عنده سؤال أو شي بما خاصة للبارت الأول يقدر أكتب ليه وإن شاء الله نكمل بعد خمس دقائق